بسم الله الرحمن الرحيم ملخص الفصل الخامس من قصة عقبة ابن نافع الفصل بعنوان عقبة يتولى القيادة بيبدأ الفصل بتكليف من القائد عمر بن العاص الى عقبة ابن نافع بان يقود سارية ويذهب لفتح فزان وهي قبيلة من القبائل المنتشرة في السحراء والتي قرر عمر بن العاص فتحها وضمها للدولة الاسلامية حتى لا تهجم القبائل على المدن الكبيرة التي فتحها من قبل وفعلا كان هذا العمل اول عمل قيادي يتولاه عقبة ابن نافع حيث ان المهارات القتالية الخاصة به والمهارة التي اظهرها في المعارك لم تجعله قائدا فقد كان يحارب جنديا عاديا في صفوف المقاتلين ولكن فتح فزان كان اول عمل قيادي لعقبة طبعا استعد عقبة لهذا العمل استعدادا كبيرا وجهز سريته بافضل الجنود وامهرهم وعندما سار بالجيش واصبحت مدينة فزان على مرمى البصر اوقف الجنود والقى فيهم خطبة حثهم فيها على القتال والبسالة في المعارك حتى يستطيعوا الانتصار بامر الله على الجانب الاخر كان اهل فزان منقسمين الى قسمين القسم الاول كان يريد ان يتخلص من الحكم البيضنطي الظالم ويدخل في الاسلام اما الجزء الثاني فرفض الاستسلام وقال لابد ان ندافع عن قبيلتنا ولابد ان نحارب هذا الجيش وفعلا انتصر هذا الرأي ودارت معركة كبيرة جدا بين المسلمين بقيادة عقبة وبين اهل فزان استطاع عقبة فيها ان يظهر بسالة وشجاعة وانتصار كبير في النهاية فدخل العديد من اهل هذه القبيلة الاسلام ومن رفض دخول الاسلام فقد دفع الضريبة التي قررها عقبة وهي 300 بعير ارسل عقبة بن نافع بعد هذا الانتصار الكبير رسالة الى عمر بن العاص يخبره بالنصر ففرح جدا بهذا الانتصار لانه كان يخشى ان يقول خصومه انه ارسل عقبة قائدا لصلة القرابة التي تجمعه به وليس لمهارته في القتال في نفس الوقت الذي فتح فيه عقبة فزان فتح بسر بن ارطاء مدينة ودان وحقق انتصارات كبيرة ايضا واستطاع ان يضم هذه القبيلة الى الدولة الاسلامية وفي نفس الوقت فتحت قبائل سبراطة وشاروس في نفس الوقت بعد هذه الانتصارات المتعددة اراد عمر بن العاص ان يواصل الفتحات حتى فتح افريقيا ولكنه كان يريد جيوشا اضافية ومدد من الخليفة فابسل رسالة الى الخريفة عمر بن الخطاب يستأذنه في مواصلة الفتحات ويطلب منه جيوشا اضافية حتى يستطيع مواجهة الاعداء وكان من رأي الخليفة ان ينتظر عمر بضعة سنوات حتى تقوى الدولة الاسلامية اكثر من ذلك ويزداد عدد الجنود الخاصين بها وبالتالي يستطيع مواصلة الفتحات فجاء رد الخليفة بالرفض وعد اشتركوا في القناة